السلام عليكم طلاب حباب اليوم عدنا بهذا الفيديو ونشرح مادة التصميم الهندسي او الدزاين لكلية الهندسة يقسم هندسة الطاقة مع حلة ثارثة مثل ما تعلمنا او عودناكم انه الفيديوهات اللي ننشرها هي لغرض كيفية حل المسائل والتطبيقات بهذه المواد وكيفية استخدام القوانين بس بالبداية لازم يعني نشرح او ناخذ نبذة مختصرة ويعني اساسية حول الموضوع اللي احنا انشاء المدمرات عليكم الفيديو بالنسبة لمادة التصميم الهندسي هي مادة اساسية جدا في كليات الهندسة ولكل المهندسين واللي هي تعتمد بالاساس على المواد اللي اخذتوها بالمراحل السابقة اللي مرحلة الاولى والثانية اللي هي الستاتيك والديناميك والمقاومة فنبدأ ان شاء الله بتعريف مبسط جدا شنو معنى التصميم التصميم يعني نقدر نعرف رح عرفها بالعربي فتشي كلش بسيط ان هو خطة او مواصفات لبناء كائن او نظام او لتنفيذ نشاط او عملية معينة زين انا من اريد اشتغل اي اه اجزاء لالة او اي شيء يعني بالمثل الهندسة المدني او الميكانيك او الكهرباء او الالكترونيك اه كل كليات الهندسة او كل المهندسين الديناميك والمقامة فنبدأ ان شاء الله اه هسا عدنا ديزاين اوف اه ماشين المانس اللي هو التصميم الزاء الالة اه مثل ما اذا تذكرون انه بمادة الاستاتيك اه تشننا نسلط في القوة معينة حول الجسم اه او اه شكل معين اه راح ينتج من هذه القوة عدة اجهادات اه او من هذا الحمل طبعا عدة اجهادات اساسية هنا راح نتكلم اه عنها اه دي خدوا نتل اه loadings on machine elements are ديقول ديقول هنا انه الاحمال الاساسية لعناصر الماكنة الاحمال الاساسية لعناصر الماكنة عدنا اربعة الاكسيا loading والdirect shear loading والتورشنال loading وعدنا ال bending loading الاكسيا loading هي اللي نسميها الاحمال المحورية او التحميل المحوري ال direct shear loading اللي هو التحميل القصر المباشر اما التورشنال loading هو التحميل الالتواء وال bending loading هو الانحنا او التحميل الانحنا زين تنتج من هذه الاحمال الاساسية تنتج عدنا مجموعة من الضغوطات مثل اللي يتسبب منه التشوهات بالجسم او التغير في الشكل وطبعا هو يقسم الى نوعين مثل ما لاحظ طبعا هذه اللي تكلمنا عنها الاحمال الاساسية ها جدا مهمة لازم نعرفها ها طبعا مراجعة مراجعة لل static وال dynamic وال مقاومة طبعا هو يقسم الى قسم هنا يقول انه كل هذه الاحمال تنتج عنها تنتج عنها يعني ضغوطات تمام تنتج عنها ضغوطات مثل التشوه تمام او التغيير بالشكل هذا يعني تغيير بالشكل شكل الماكنة او يعني اي اي شي احنا عدنا ويقسم الى قسمين اساسيا normal stress وال share stress normal stress واللي هو يحتوي على ال axial loading وال bending loading تمام axial loading وال bending loading اما share يعني خلينا نتفق من البداية اذا اجانا في السؤال معين بمعدة التصميم الهندسي او حتى static والمقاومة static وال اه عفوا اي static ومقاومة عفوا من يطلب انه normal stress بالسؤال يطيك معلومات ويطلب من عندك يقل لك find او calculate يعني حسب منطوق السؤال يقل لك اوجد لي normal stress لازم اعرف ان normal stress هو عبارة عن axial loading وال bending loading اما share فهو يقسم الى direct share loading direct share loading وال وكذلك ال bending loading ازين وعدنا اجهاد اه قص اه اللي هو ال هسا نتعرف عليه ب اه يعني بالمساءل ازين هذه اللي احنا normal stress يقصد بها الاجهاد الطبيعي وال share stress اللي هو اجهاد القص هسا اوكي هسا دايطينا يعني فد امثلة بسيطة يعني رسومات بسيطة حول هذه الاجهادات او الاحمال اللي الاساسية الاربعة فالaxial loading هو عبارة عن شنو قوة مسلطة على فد شكل معين او جسم معين اذا ننتبه انه هذا الaxial شلو نعرف انه هذا axial loading انه هاي القوة تمر الاجهادات محورية انه هي تمر بنفس محور الجسم زين الثاني اللي هو دايط شيع اللي هو مثل ما تلاحظون امامنا انه تصير عندنا مناطق من القص وهو هذا قص مباشر انه انا عندي فد قوة معينة وهذه عندي المنطقة ضعيفة اللي هي اضعف منطقة هتسبب لي شنو رح سيغ بها دارك شيع مثلا عندك اللحام مناطق اللحام مناطق اللي ننسم السكرول هي البراغي والمسامير وغيرها فأي منطقة تكون ضعيفة اضعف مناطق هي رح سيصير عدي بها قص زين التورشنال التورشنال مثل ما دي لاحظ هذا الشكل عدنا يعني شكل اسطوانة وهذا محور الجسم او الاسطوانة دي نشوف رح التورشنال او التورشن التورشنال شون اميزة عن المومنت التورشن هو الدوران حول محور الجسم انتبه الدوران حول محور شنو الجسم اما المومنت هو دوران حول اي محور اخر دوران حول اي محور اخر فمثلا انا عندي هذا خلن نفتغض هو محور هذا اللي امامنا هذا هو محور اكس وإذا كان للأعلى نحن يكون مثلا محور Y و X زين لو كان أنا عندي هذا التورشن نفسه يصير مومنت على محور X ويصير تورشن حول محور X لكن إذا كان عندي هنا مثلا Y فرضا إذا كان عندي هنا Y ويصير حوله يعني دوران فهذه الدوران راح يصيره مو تورشن راح يصير مومنت أحسر راح نشوفها إحنا بالأمثلة لكن عن متعرف الفرق بين التورشن والمومنت التورشن هو الدوران حول نفس محور الجسم أما المومنت الدوران حول المحاور الأخرى البندنك مثل ما دلاحظ إذا تذكرون بمادة المقاومة أنه أنا عندي مثلا شيفت أو عندي بيم أو يعني H بيم طبعا ذلك المقاطع اللي إحنا أخذناها وموجودة على فد يعني رياكشينات معينة فرح يسبب لي بها بفعل القوة اللي إحنا سلطناها أو بالفعل القوة المسلطة رح يسبب لي شنوه بايندينك اللي هو أنحناء تمام وطبعا هاي رياكشينات أنا أفضل أنه ترجعون لمادة المقاومة ومجرد حتى لو تكتبوها بالأنترنت أنواع رياكشينات أو التثبيتات هذا كل نوع وشنو من أجيء أوخر هذا يعني أحلل القوة اللي موجودة عدي أكيد رح أزيل هاي المثبتات اللي موجودة عدنا هنا تمام فكل نوع يأما يصير بيها مثلا قوة قوة غدفعل للأعلى لذاتذكروتنا نسميها R مثل R1 R2 قوة غدفعل قوة باتجاه المحور X أو Y حسب الشكل وقسم من أدها يكون بها قوة أفقية وقوة عمودية وعمودية قوة أفقية بالأضافة إلى شنوه حسب نوع التثبيت زين هسا عدنا بهذا الجدول أمامنا مثل ما نلاحظ أنه الأنواع القوانين الأساسية للأنواع الأساسية اللي تكلمنا عنها زين الأكسيال الأكسيال قلنا بيانوع هو نورمال سترس مو الشير سترس فإذا طلب من لكم بالسؤال نورمال سترس إذن عندي أكسيال فاللي هو السيجما اللي هو الاعتياد نسميه P أوفر A اللي هو القوة على المساحة هذا شنوع؟ بالأكسيال فما عدنا الشير إذا عدنا نورمال زين بالشير دارك إذن ما عندي الشير دارك كنا وين نوع من الإجهادات بنوع شنوع؟ الشير فما عندي بالنورمال فهذا القانون اللي هو قانون شنوع؟ الشير دارك أو القص المباشر اللي هو V على A التورشن التورشن ما قلنا ماكو بالنورمال سترس موجود وين؟ بالشير سترس اللي هو أو عفوان تاو يساوي أنه في في يحدث يحدث به الحالتين يحدث به نورمال سترس ويحدث به شنوع؟ شير سترس بالأضافة إلى أنه أنا عندي نوعين من يعني الأشكال عندي السفير وعند السلندر هذا أيضا جدا مهمة في حالة الدائرة يعني في حالة الكرة وفي حالة بالنورمال بالنورمال طبعا ذلك الاثنائة راح يحدث به النورمال ستغيرت فالنورمال اللي هو السيجما السفير آآ في آآ آآ تي اللي هو أو يعني العرض أما عدنا السلندر عدنا نوعين وعدنا فإذن هذه قوانين آآ طبعا عدنا السترس اللي هو الألمنت اللي إحنا نسميها الأجزاء آآ إذا تذكرون أخذنا آآ بالمقاومة آآ فاتشي اسمها شنوى دائرة مور فهذا الألمنت إحنا نمثلها بهذا الشكل اللي هو هذا الشكل الستندر والسيجا نتعلمها أكثر ب حل المساعد هذا هو الشكل الستندر هو عبارة عن شنوى آآ سترس مباشر بالإضافة إلى تاو يحدث هنا لعدنا هسا رح نجي نتعلمها اللي هو هذا هذا طبعا إذا كان لعدنا باتجاه الأكس يعني المحور ومحور وإذا بنفس الوقت رح يصير لعدنا شنوى الشير اللي رح يصير لعدنا طبعا مجموعة رح يعني يصير لعدنا سترس اللي هو اللي هو السيجما باتجاه الأكس والواي بالإضافة إلى الشير بنفس الحالة رح يصير عدنا هنا فتنجي مع كلها مثلا بسؤال واحد هسا هنجي نشوفها هاي إذا يشرح هنا أنا ما رح يعني أطرق لها هواي نشوفها بالأمثلة أفضل هسا خلي نجي نشوف مثلا طبعا هذ القوانين الأساسية اللي احنا طبعا هي عادة لمادة المقاومة هذ القوانين اللي تذكروها أنه أنا عندي سيجما باتجاه الأكس وسيجما باتجاه الواي وطبعا شون أحسب هالشير بالأضافة إلى زاوية الدوران لجسم لأن أنا جسم هذا بحالة أجل أستخرج السيجما واي سيجما أكس طبعا هذا موجودات بالأضافة إلى الشير المباشر بالنسبة للأكس والواي بالأضافة إلى زاوية الدوران هذا بما أنه صار عندي شير هذا الألمنت رح يفتغ باتجاه معين أما يعني تجاه عقارة بالساعة أو عكس عقارة بالساعة فراح تكون عندي زاوية هذه القوانين الأساسية اللي أنا أستخرج ها تمام هسا خلي نجي طبعا شرحتها بصورة جدا سريعة ويعني ملاحظات ممكن تفيدكم خلي نشوف هذا المثال اللي هو عادة لمادة المقاومة المقاومة يقول أدنى يعني قوة أفقية واحدة مثل ما دا تلاحظون بهذا الشكل اللي هي يسميها بي مقدار هشكت 150 باوند زيان سلطت على نقطة يعني بنهاية نقطة شنو دي يعني 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 سلطت بنهاية النقطة شنو دي زيان على اللي هو هذا يسمى هذا اللي اللي هو A B D زيان إذا علمت أن النقطة يعني يقول لك إذا علمت أن الديميتر من A إلى B شكت مطني الديميتر واحد بويند اثنين انج شنو نورمال شير سترس إذا نريد النورمال سترس والشير سترس بالإضافة شنو هاي بيان نقطة يريدها بنقطة إذن مطيني هنا أنا هاي مثل ما لدي نشوف نقطة مطني إياها يريد شنو يريد أحسب لها هذا مطلب أي زين المطلب بي اللي هو يقصد بيها اللي احنا تكلمنا عنها اللي هو هذا ساعة نجي نشوف شون احنا نستخرج زين إذا تذكرون بالستاتيك احنا منصلة قوة معين على جسم معين لازم نعرف هاي القوة اش غا هتسبب بنا أو شنو الاجهادات اللي أو الضغوطات اللي تسببها هذا القوة فخلي تكون عدنا فد مخيلة خلي قربوا شوية الصورة هذي هذي القوة بي من آن اصلطها بهذا الاتجاه على هذا الروب أو الليف عفو اش راح يسوي بشكل راح تخلي يدور حول هذا المحور بهذا اتجاه هذي شوفون هذا القوة تخيل هن وتسلطت بالتجاه راح تدور شنو هذي هنا فمحور الدوران وين هذا محور الدوران نفس هذا منا الهنا هذا هو محور الدوران زين صار هذا محور الدوران هو هذا مو نفس محور الجسم اذا اش راح يسبب لي هذا راح سبب لي اول شغلة شنو تورشن بما انه صار عندي دوران حول محور الجسم هذا محور الجسم صار عندي دوران حول محور الجسم اوكي فالجسم راح يفتغ حول الواي اذا راح يساعد عندي شنوى تورك مثل ما يدى اللاحظ طبعا هذا هذا الجسم هو يطنن احنا احنا غسم المفروض احنا ذا نحلل هو غسمه زين هسا عرفنا انه الجسم يدور حول محور واي اللي هو نفسه محور اه الجسم فراح يساعد عندي شنوى تورشن زين هاي اول نقطة زين هذا الجسم من راح يفتغ بهذه الطريقة من اجي انقل دائما احنا اتعلمنا انه اي جسم اريد او اي قوة اه تأثغ لي على فت نقطة معينة لازم انقلها هون على النقطة نفسها اللي تأثغ بها فمن اجي انقل اي قوة الى مكان معين فاش راح يصير عندي راح يصير عندي قوة بالاضافة الى مومت قوة ومومت فالمومت بهاي الحالة من اجيب هذا القوة اهنا راح اجيب هالقوة اهنا راح يصير خلو نشوف عندنا قسم هنا راح اجيب هذا القوة بهذا الشكل اهنا اوكي هاي البي نقلتها من هنا شرح يصير عندي راح يصير عندي هذا القوة وراح يصير عندي اه مومنت المومنت اللي راح يصير عندي هنا دا شوفون هذي كأنه هذي الغي هذا الطرف الغي بقى عندي بس هذا وهاي القوة دا تدفع بهذا الاتجاه فاش راح يصير عن مالتي بهذا الشكل فاذا الدوان شرح يصير تبه راح يصير بهذا الشكل اتعلمنا بالبداية بداية الشرح انا ذكرت الفرق بين المومنت والتورشن قلنا القوة بدايتها تسبب لي تورك او تورك يعني تورشن تسبب لي دوران حول يا محور واي ومحور واي هو نفسه محور الجسم اذا صار عده شنوى تورشن هسا القوة من نقالتها اهنانا سببت لي دوران حول يا محور حول محور اكس دا تشوفون هاي القوة اتفع هاذ الشكل منها الجانب من هذا الطرف دا غاح يفتغ بهذا بهاي الصورة دا يفتغ بهذا الصورة اذا حول يا محور يفتغ حول محور اكس اذا صار عندي شنوى موامت هسا وضحة العملية دوران حول المحور سبب لي تورشن دوران حول محور اخر اللي هو يما يكون زيت زيت او اكس فيسبب لي مومنت مثل ما موضح عدنا اهنانا بقصة زين التورك والمومنت شون اوجد قيمتهم هي عبارة عن قوة في ذراعها قوة في ذراعها التورك نفس قانون المومنت لكن هي قوة في ذراعها نجي هذا قانون التورك اشغل قيمة القوة مية وخمسين باون الذراع الذراع انا مين احسب الذراع هذي من هاي النقطة الى يا نقطة نقطة بي اوكي من هاي النقطة الى نقطة بي فش قد عندي الذراع مالتنا 18 مثل ما دلت تلاحظون هاي 18 انش فطلع عدنا تضرب من 150 في 18 هتلع بال اااا ااا بي اس هاي هو محولها للكيلو اوكي زين المومنت من نقالة الجسم بهذا بها doen المكان صار عندي مومنت حاول زراع لنcutة النمومنت هنا إذن نشتغل حول الشنوى حول اله إذن المسافة ما بين من هذه الحافة إلى اله جد عندي عشرة إذن المومنت ش رح يسأل عندي قوة في ذراعها لأن القوة لو كانت هنا رح يسأل عندي أربعة عشر بينما القوة تبعد جد أربعة عن القاعدة وعن نهاية هذه الحافة نهاية الجسم جد عشرة إذن المومنت حول يا هو حول النقطة فإذا المومنت من هذه الحافة اللي هي النهاية حول اله فحصة عندي الضرع عشقية عشرة فصار عندي 150 في عشرة طلعنا 1.5 كيف زين هسا نجي احنا قلنا الاكسيال اللي هي والشير بالنسبة للقانون هو السيجما واي شي ساولنا mc طبعا هو اذا ساعدنا mc over i c هنا يقصد بها نصف القطر c يما تلقوها r او ما تلقوها c فهي نصف القطر زين ليش اخذناها موجب لان هي تفتغ شنو عكس عقارة بالساعة هذه الفرضية تقدرون تفرضوها غير غير فرض تقدر تفرضها سالب او موجب ما كو مشكلة المهم شنو انت اا بعدين يطلع لك الناتج الفرضية ماتتك اا صحيحة او بالعكس الاشارة مو مهمة الاشارة تعتمد على النوع الفرضية لكن اذا تنتبهون انه السؤال واضح جدا انه دا يفتغ عكس عقارة بالساعة بهذا الشكل فصار عدنا موجب المومنت انا حسبته السي اللي هو نصف القطر اوش قد مطينا القطر واحد بوينت اثنين القسمة على اثنين اللي هو هذا صاعد اا اا او بوينت ستة الاي بالنسبة لهو الاستوانة هذا اا قانونها القانون الاي اللي هو المومنت او في انيرشا اا واحد على اربعة باي في اا نصف القطر اا اوش اربعة حسبنا السيجما ما عندي سيجما اكس ليش لانه ما عندي قوة عمودية اا حول اا اا باتجاه الاكس عندي القوة اللي دا تحصل عندنا فقط باتجاه الوا يعني هسا من اجي يخسمها اا هذا القوة تسبب لي اا طبعا الدوران اش راح يسبب المومنت انا دا احتي على المومنت المومنت اش راح يسبب لي راح يسبب لي دوران بهاتجاه فاش راح يصير عندي راح يصير عندي ايهنان يعني نقدر نقول بهذا الشكل هذا راح يصير عندي اا تنشن وهنان كومبرشن فما عندي اي قوة عمودية حول محور اكس لو كانت عندي قوة بهذا اتجاه راح اكتب اا او راح احصل على شنوى سيجما اكس بما انه انا ما عندي فاللي موجود عندي فقط اا كومبرشن وتنشن زين هسه نجي اش راح يسبب لي هذا هاي القوة اش راح يسبب لي ايضا كمان هاي القوة اللي هي من نقلتها من هاي المنطقة هاي منطقة ش راح يسبب لي بالدوران راح يسبب لي عمليات شنوى قص قص مباشر اللي هو قانون القص هذا اا تورك في السي اوبر جاي اذا التورك احنا استخرجنا والسي عرفناها اما جاي فهو نصف الاي جاي نصف الاي خاف يعني واحد يشتبه بالقانون هو نصف شنوى الاي فاستخرجنا اه هسه احنا هنان بهاي الطريقة طبعا سهل جدا استخرجنا السيجما اللي هو نورمل سترس والشير سترس اوكي هسه اريد احنا قلنا القوانين طبعا لدينا قوانينها ثابتة البرونسيبول ايضا انا استخرجت شنوى هسه هاي اللي اللي استخرجتها الاكس السيجما اكس والسيجما واي من اجي اطبقها هنان بهذا الاليمنت اللي هو الستاندارد مثل ما قلت لكم بالبداية اجي اكتبها شوفوا السيجما واي ايش قد طلعتها هذي هذي السيجما واي اللي انا جيت نزلتها هنان زين سيجما اكس صفر هذي صفر اذا هذي صفر بعد التاو اللي هو القص المباشر هذا اذا هذي القص المباشر اشبقت عندنا بما انه انا صار عندي تورشن صار عندي دوران للشكل طبعا ما هيبقى استندغط بهذا الشكل احسر عندي شنوة دوران اه مع عقارة بالساعة او تقدر تقول عكس عقارة بالساعة حسب الفرضية مادتك هذا الدوران دي يصير عندنا اه مع عقارة بالساعة القوانين اللي عندنا بالنسبة للزاوية قانون للزاوية مثل ما اه قبل شوية احنا ذكرنا طبعا قانون الحفظ اه تطبيق مباشر احسر القانون انا عندي اه قانون حفظ تان اه تو ثيتا اللي هي تساوينا اه تو تاو على سيجما اكس ناقصا سيجما واي فسيجما اكس صفر وطبعا هنا التاو احنا حسبناها والسيجما ايضا حسبناها فطلعت لنا شنوة هذي هذي مو الزاوية انتبه هذي تان الزاوية اذا نقول تان ام فيرس اذا الثيتا تساوي تان ام فيرس او اثنين ثيتا يساوي لك تانم فيرس هذا الرقم سيطلع لك واحد ستين اذا الثيتا شو سيطلع لك هذا الرقم قسمة على اثنين هذا الرقم قسمة على اثنين يطلع لك الزاوية شغل ست ثلاثين سالب ثلاثين بوينت خمسة بعتبار نوع ان ذا باتجاه حقارب الساعة فرضت من باتجاه حقارب الساعة زين اذا هذه الزاوية المتبقية اللي هي هذه هي عبارة عن شنو بما انو انا عندي منها الفرق ما بين السيجما اكس او السيجما واي عن السيجما اكس يجد الفرق تسعين درجة اذا انا عندي يجد اقول تسعين ناقص الثلاثين بس مجرد اضيفل هالي ثلاثين حيطلع لك يجد تسع وخمسين يعني اقول تسعين زائدا لتلاثين بما انو هي تلاثين طلعت لبس سالف هاي راح يصير عندك تسعين ناقص هاي لتلاثين بوينت خمسة راح اطلع تسعة وخمسين بوينت خمسة هاي الزاوية اللي بقت هنا هس احسب شنو اه نقدر نحسب من القوانين اللي بقت اللي هو السيجما ماكس او من حسب القوانين موجودة طبعا الفرق طبعا نفس القانون الفرق بين السالب والموجب مجرد تطبيق مباشر راح يصير عدي فحسب السيجما اللي نسميها نسميها سيجما واحد وسيجما اثنيا بدوائر شنو بدوائر مور هاي اه حبايب طبعا دائرة مور ما راح اذكرها يعني ما راح اشرحها اه راح اسوي وغا هذا ان شاء الله شرح اهنا هسا سوينا يعني مراجعة جدا بسيطة وسريعة على مد تذكرون المواضيع هسا راح نجي للمنهج بالنسبة لمادة الدزاين واللي هو الماشين دزاين خلي نشوف الكتاب المنهج هذا هو كتاب المنهج لمادة الدزاين طبعا اللي بمجموعة اصداغات الاصداغ اللي موجود عندنا اللي هو اصدار الرابع موجود عدة اصداغات حتى وصل تقريبا عشرين او اثمنتعش هاي الاصداغات الفرق عنها او بياناتها هو لطبعا تقديم وتأخير بالنسبة للشابترات بالاضافة الى بقية الامثلة قسم من الامثلة تغيرت الوحدات مالتها او صارت اضافات جدا بسيطة لكن الشرح والمضمون هو واحد هذا هو كتاب المنهج بالنسبة لمادة الدزاين ما راح اطرق للشرح هو على مود ما اعطل عليكم الفيديو مجرد يعني راح الموق علي مرور الكرام بالنسبة للشابترات وراح نشوف الشابتر الاساسية اللي احنا راح ناخذها زين الشابتر الاول هو مقدمة حول الدزاين مقدمة يشرح لك شنو هو الدزاين طبعا هذا التعريف يقرأ هذا التعريف والآلات تصميم الآلات بالاضافة يطيك انواع الآلات وغيرها بكل فصل على مود اتفق وياكم انه هذا ملاحظة جدا مهمة فادتني يعني هواية قدت ايضا تفيدكم ان شاء الله بكل فصل بالنسبة لهذا الكتاب اللي هو المنهج اكو مجموعة من الجداول بداية كل فصل تقريبا جدا مهمة خلي اعلمكم عليها فمثلا الفصل الاول خلنشوف الجداول المهمة بهذا الفصل هنا يشرح لكم طريقة الدزاين والتعريف والاساسيات وكم قانون اساسي اللي اخذناها بالستاتيك اول جداول عندنا اللي هو تايبل واحد اربعة خلي انقرب الصورة هذا الجداول واحد اربعة يطينا مصطلحات المصطلحات المهمة اللي هي التسميات المهمة طبعا هاي اكيد تعرفوها لكن للتذكير فقط التسميات والرموز مالتها وبالاضافة الى الوحدات المستخدمة بالنسبة الوحدات البريطانية والامريكية او الستندرد هذي ايضا جدا مهمة تفيدكم هاي المصطلحات على مود والرموز مالتها هذا الجدول الاول الجدول الثاني المهم مهم مهم جدا هو تايبل واحد خمسة اللي هو طريقة التحويل ما بين الوحدات الاساسية بالنسبة لهذا المادة مو فقط بالدزاين عدنا مثلا بالفلود عندك مثلا الدايناميك عندك به هواية مواد ثرمو غيرها وحدات التحويل هذي جدا مهمة تحول بين وحدة ووحدة ثانية هذا يفيدكم اخوايا طبعا مطيك مجموعة من الامثلة شون طريقة التحويل هنا طريقة القوانين المستخدم تستخدم الطريقة الهندسية للتحويل هذا الشابتغ الاول الشابتغ الثاني اللي هو راح يتكلم لك حول الاجراءات والانواع المعادن او يعني نعم نقدر نقوى عليها المعادن او اي شي احنا نستخدمه بتصميم الالات وغيرها ايضا عندنا مجموعة جداول مثل ما تلاحظ قدامكم انه مطينا مصطلحات بالاضافة الى الرموز الخاصة بها والوحدات الخاصة بها الوحدات الامريكية والوحدات الستندار والبريطانية هذا ايضا جدا مهمة مصطلحات مهمة تفيدنا بالمسائل بها مجموعة من القوانين الاساسية اللي احنا قلنا هذ القوانين اللي احنا كلها اخذناها اوين اخذناها بال المقاومة واخذناها ايضا بالستاتيك بالتحليل وغيرها هذا اذا تتذكرون هو غسم المقاومة انه تحويل المادة اذا اذا سلطنا عليها قوة او اجهادات معينة فهذه انواع الاجهادات اللي راح تصير عدنا بهذا الشكل وتتذكرون هذا الشكل كان جدا اه مهم يتحول الجسم من الى شنو الى الى الحد ما يوصل الى مرحلة شنو ينكسر او انه بعد ما يرجع بالبداية ما يرجع الى الشكل الطبيعي وبعد يوصل الى مرحلة انه يفشل او ينكسر هذا جسم عد ما يوصل الى اخر مرحلة فهذه العلاقة بين من بين السيجما وبين السيجين اللي هي الابسلوت وهذه انواع الاجهادات اللي يدى صير عدنا زين هذا بالنسبة لتابتر اثنيا اه كنت لكم مجموعة قوانين اساسية ومجرد مراجعة لمادة المقاومة زين خلنشوف تابتر ثلاثة تابتر ثلاثة يتكلم عن القوة النوع اللي انا سلطها او حساب القوة اذا هذا ايضا يتكلم عن ال قوة وانواع الاجهادات اللي راح يصير عدنا ايضا عدنا مجموعة مجداول مطينا المصطلحات اللي موجودة عدنا ورموزها بالاضافة الى الوحدات هذي جدا اساسية كل هذي راح تشوفوها بمجموعة الامثلة اللي احنا راح نطبقها مثلا عندك الوحدات الاساسية اللي عندك الامثلة 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 المومت يعني المومت الموجود عدنا اللي راح يصير عدنا مثلا ان الشير فريكشن بعد الاساسيات طبعا الامثلة اللاحظ انه يرجع الى موضوع الاساسيات الشيء عن يحل القوة وهي وسموشن اف اكس وسموشن اف وسموشن اف زت هذي اه شنو واذا عدنا فرح يصير عدنا عفو نعم رح يصير عدنا اه بس اف اكس وسموشن اف ومومت احنا بهاي الحالة ذات رح يساعدنا الزيت يدخل عدنا بال اه بالتحليل ايضا المومنت ايضا عدنا مومنت اكس مومنت واي مومنت زت هذي كله عبارة عن شنو مراجعة وتحليل هاي الرسومات اللي تشوفوها اللي يحب يرجع لها هي مراجعة لمادة الاستاتيك يتقوى بعملية التحليل تحليل القوة زين هذو كلها اشتقاقات يعني ما تدخون بيها كلها اشتقاقات ومبراويل ما مطلوبة من عدكم مجرد اللي حبي يتعلم اذا شوفون هاي الاشكال هذي الاشكال الموجود طبعا تجينا بالاسئلة هي اشكال تجينا بالاسئلة لازم تعوف التحليل القوة اللي حبي يتعلم هذي هو هنا طريقة للتحليل اه هنا مطلوبة فقط تحليل القوة ما عندك زوايا بدون زوايا لازم تعوف انه يدخل عندك موضوع الزوايا بهذه المادة زين هس عرفنا في هذا الشابتر يدخل عندنا شنوى التحليل واللي يرجع عندنا طبعا هذي اشكال ايضا اللي هي اذا تتذكرون عندنا بمادة المقاومة انواع التثبيتات مثلا يثبت بجدار او يثبت بهذا الشكل ايضا هنا اذا ننزل بعد طبعا هاي اشكال ايضا هذي التحليلات شون يتحلل من رياكشن ايش راح يصير هذا رياكشن هذا رياكشن اذا شوف ونجد يصير عندك هذا اذا جدار عندك رياكشن للأعلى ومومنت ايضا هذا الشكل يصير عندك هذي ترجعو لها وايضا من راح نحل الامثلة راح تعرفوها ايضا راح نرجع نحل الامثلة الخاصة بالمادة المطلوبة من عندنا راح اكو عندنا اعتقد مجموعة من نفس هاي الاشكال راح نجي نطبقها بس اللي حبي تعلم خلي يرجع على هذي فتش جدا بسيط مجرد يعرف الشكل ورياكشن شون دايصير وهذا القوة شون احنا نستخرجها هذي وين بشابتر ثلاثة شابتر اربعة اللي هو يرجع ايضا للستريس والسترين ايضا هي تعتبر مراجعة ايضا عندنا جدول اه مهم اغلب المصطلحات طبعا يعني ذاتنعات علينا بالشابترات لكن هي مهمة هذي مهمة ذني هذه المصطلحات ورموز مالتها بالاضافة الى شنو بالاضافة الى الوحدات الخاصة بيها والمعادلات الخاصة هذي دايقلك سي يا معادلة سكشن يا مقطع اربعة واحد اذا ترجع على مقطع اربعة واحد تشوف ان دايش رح لك على نورمال ستريس اذا اهنا يرجع لنا على دوار مور وال شون يستخرج بالاضافة الى القوانين الاساسية تشوفون قوانين الاساسية بها اوكي قوانين الاساسية وهنا ايضا هذا قانون جدا مهم اللي هو اذا اطلب عندك هو بين يا نقطة ويا نقطة بين واحد وثلاثة هسا هنجح نشوفها بالامثلة زين هذا الجدول المهم راح نستخرج بعدين بالامثلة راح نستخرج من قيم خاصة لل هذا بما يخص طبعا اللي يحب يرجع هذا مثال بسيط مجرد تذكير لدواء المور وهنا هيا هاي دائرة مور شون نستخرج ها ونجرع عليها التطبيقات زين هذي مجموعة من الامثلة اللي تخص هذي الاشكال اللي موجودة عدنا وشون داي يحل لها شون داي يستخرج شنو يستخرج اللي هو إذا تذكرون بمادة المقاومة تان عدنا نستخرج شنو نرسم الشير مومنت داي جرام والبندي مومنت داي جرام هذي جدا مهمة راح تفيد بحل مضم المسائل زين هذي يتبع كلها عادة هسا نجي على اللي هو الاساس بالنسبة لل الديزاين اللي هو شابتر خمسة اللي هو المطلوب من عدنا بالمنهج اللي هو اللي هي نظريات الفشل الاستاتيكية نظريات الفشل الاستاتيكية عدنا مجموعة من النظريات تسمى بنظريات الفشل الاستاتيكية وعدنا نظريات فشل دايناميكية عدنا بحالة الديناميك وعدنا الاساس اللي هو الاستاتيك إذا بحالة الاستاتيك عحي يصير عدنا فد نوع من الفشل نجي احنا نختبر هذا الجسم أو الشكل اه نختبره ونشوف اه انه يفشل او ما يفشل. فنضغيات الفشل عدنا نضغيات اساسية وعدنا قانون ايضا جدا مهم واساسي. اه مثل ما اه قلت لكم بالبداية انه هاده التايبلات جدا مهمة فاذا هاده تايبل اه خمسة اه صفر اه مثل ما دا شوف دا شوفون المصطلحات الاساسية مثلا عدك اه اه كراك اذا هذي وحدة طول وحدة عرض هذا شنوه طول ويعني وحدات طول وعرض وعدنا اه تذكونا اه مودلز تذكونا قانون اه او قانون يونج شنو نسميه وعدنا الثوابت اللي احنا وعدنا هذا قانون جدا مهم اللي هو هو راح نطبق اه نستخدمه طبعا كل الامثلة احنا راح نستخدم اه هذا القانون اللي هو شنوه السيفتي فاكتر احنا 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 هسه اه موضوعنا هو عبارة عن شنوه النضايات الفشل فاذا السيفتي فاكتر احنا راح نستخرجه ونعرف انه هاده الجسم او الشكل اه نجاح عدنا او فشل عدنا فاللي هو اه غمز مالتا ان سيفتي فاكتر بدون وحدات لان هو خالي من الوحدات لان هو اصلا قانونه اللي هو ما شنو شنوه سيجما على سيجما او شير على شير لكن يا سيجما ويا الشيخ سراح نجي نتعلمها زي اذا عدنا كل سيفتي فاكتر هو بدون وحدات كل سيفتي فاكته هو بدون وحدات عدنا اهنا عدنا الالمنت وعدنا التنسال وعدنا التنسال وعدنا 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 هذني جدا مهمات اللي هي اللي هو الالمنت تنسال وعدنا التنسال هذي قسم من عدها راح نستخرج واحد من الجداول واحد احنا راح نستخرج جميعا من التطبيقات اه والقوانين اللي عدنا. بالاضافة الى عدنا شنو عدنا نورمال سترس اللي هو سيجما واحد سيجما ثنين سيجما ثلاثة اللي هي شنو حسب قوانين دائرة او دوائر مور. وعدنا هذا قانون جدا مهم اللي هو فان ميسيز اللي هو نضغية الفشل بالنسبة علما لفان ميسيز هذا اه تقريبا اغلب الامثلة احنا راح نستخرجه اه لازم نتعغف انه هو عدنا قانون واحد هو قانون جدا بسيط لكن يعني نتعلم شون احنا نطبقه ازين فالفان ميسيز هو هو الاساس مالتنا بهذه العملية. اهنا مراجعة دارة مور. دارة مور هي علاقة بين من بين الشير والسيجما فهذا الشكل مالتها اه بالاضافة الى عدنا اه قلنا العلاقة بين السترس والسترين انه يمر الجسم من الصفر الى اه نقطة معينة حسب اللود اللي احنا مسلطيه راح يمر بعدة عدت اه اجهادات فش راح يصير عدك باوع. شو صير عدنا? اللي هي الاس واي اللي احنا قلنا شون هي نرجع لها? تنسايل يلد. وعدنا الاس يو تي اللي احنا قلنا الالتيميت. هذي اه 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 تنسايل ستريند. واحدة راح نجي ناخذها من الجذاول اللي هي ستاندارد واحدة احنا راح نستخرجها. الفرق بيناتها انه عدي اليلد انه من اصالات يوصل هاي المرحلة الجسم يوصل لهاي المرحلة من اوخر القوة اه غاح يرجع الى شكله الطبيعي بينما اذا عبرت الى هذي المرحلة ما راح يرجع الى شكله طبيعي راح يتشوه. اما اذا وصل الى هذي النقطة اللي هو راح يوصل الى مرحلة شنوه? انه اه ينكسر او اه يتشوه اه او يتغير شكله. زي? هذي اه بالمقاومة اخذناها. هذي مجموعة من الاشتقاقات ما مطلوبة من عدكم لكن القوانين اساسية مطلوبة خلينا نجي نشوفها. اه بالنسبة للقوانين هذا القانون مهم اللي هو مطلوب اللي هو شنو? يا قانون قلنا اه التنسايل يلد تنسايل يلد اذا قانون شنو? سيجما واحد تربيع ناقص سيجما واحد سيجما ثلاثة زايدا سيجما اثنيا تربيع. هذي مين استخرجها سيجما واحد سيجما اثنيا وسيجما ثلاثة ايضا عندنا الها قوانين. اه كل واحدة الها قوانين هذي قوانينها. مثل هسا عدنا اه اول اولى نضغيرات الفشل. طبعا نضغيرات الفشل هذي اللي هي الفيلر. اه قانون فان ميسيز اللي قلنا قانون جدا مهم راح نستخدمه به هواية تطبيقات. قانون الفان ميسيز اللي هو هذا اما هذي هي العفو. هذا هو القانون بعد بعد التبسط راح سعدي هذا القانون. اللي هو نفسه يا قانون. هو نفسه قانون اه شنو? التنسع. زين. في حالة وجود الشير. بحالة وجود عندنا الشير فراح سيصير عندك هذا القانون اللي هو قانون شنو? فان ميسيز. هذي ما دوقكم بها. يعني انه الشكل شوان تيفتر حسب القوة اللي موجودة عندنا. اه حسب القوة المسلطة. هذا قانون شنو? قانون السيفتي فاكتر اللي احنا تكلمنا عنه. اه اللي هو اه قلنا التنسائل اللي هو التنسائل اليد. على السيقما اللي هو على الفان ميسيز. على الفان ميسيز. اوكي. ايضا عدنا اه علاقة ما بين. اه. على المدمد دخن به. هذا القوانين طبعا هاي اه مجغل التطبيق انه عوض بمكان المكان السيقما بقانونها طبعا قانون فان ميسيز. ورجع انه قانون فان ميسيز هو ايضا بسطة بهالطريقة هاي فصال عدك هذا القانون. اللي هو نفسه هذا. هذا القانون العلم المدمد دخن به هو هذا نفسه. بس مجغل الفان ميسيز عوض بقانونها. ايضا اذا عدنا قلنا اذا عدنا التاو موجودة عدنا. فراحص عدك هذا القانون فبالقانون النهائي شرحص عدك اه ultimate yield stress وعدك اه تساوي لك هذا القيمة من شنوى yield stress. ازان. عدنا بعد اه نضغية ثانية اللي هي اه maximum shear stress theory. نضغية شنوى المكزمام shear stress theory اللي هو هذا قانونها. ايضا هذا غسم الخاص بها ما دوقكم به. هذا قانونها الاساسي. لكن احنا تطبيقات اه اهم نضغية عدنا هي نضغية شنوى نظرية الفان ميسيز لكن هاي على المتطلع عديها. فهذا قانون شنوى يا قانون اللي هو قلنا اس على تاو فهذا الاس احنا اه بالنسبة تساوي لك اه او بوينت خمسة من اه تساوي على التاو ماكزمام واحنا نقول عرفنا التاو ماكزمام اه شنو قيمتها. فطلعتنا هذا القانون اه هذي هي النضغية اه نورما هاي نضغية الثانية او نضغية الاخيرة. ذا ماكزمام نورمل هذي كانت شنوى ماكزمام شير انتبه هذي ماكزمام شير stress theory وهذي ماكزمام اه نورمل لكن النضغية الاهم هي نضغية البان ميسيز. اه هذي اه سؤال هنا عدنا تطبيقي. اه الاسئلة هستما رح اشرحها. اه رح تكون اه فيديو الثاني انا اتماطل عليكم انه هذي الفكرة كانت مجغد مراجعة بسيطة بالاضافة الى اه اه اساس بمادة الدزاين. هذا كل اللي يهمنا بهذا الفصل وهذه هي القوانين الاساسية اللي احنا نحتاجها. هذا مجموعة من الامثلة طبعا محلولة هي اه اذا لحقت اشرحها واذا ما لحقت راح اشرح فقط اه المسائل اللي مطلوبة عندنا بالفصل. خلي نشوف اذا عدنا بعد شي مهم. اه اوكي. هسا هذي الامثلة رح اسوي بها فيديو اه ثاني اشرح. لكن عدنا شغلة جدا مهمة. عدنا مجموعة من الجداول اللي تخص اه تخص المعادن اه او تخص المواد موجودة في نهاية الفصل ايضا مهمة. نستخرج من قدها اه اه ستراس واليالد اه ستراس او التنسال ستراس. خلينا نشوفها اللي هي اه عفوا اه اه صفحة طبعا بالا بالمنهج صفحة اه الف وستعاش. نجي. اه طبعا هذي دايش رح لك انه نوع نوع المعدن. هاي الفيزيكال. اوكي طبعا الفيزيكال اه ما رح يهمنا هنان هواية. ازين. اهنان عدنا. يطيك اسم اسم معدن معين او اسم مادة معينة. بالاضافة الى رقمها انت تجدش تستخرج تنسال يلد او اوتيميت يلد. حسب اللي تحتاجه بالسؤال تنسال يلد او الاوتيميت يلد. هذاني مهمة. طبعا حسب النوع والاسم. بالاضافة ايضا عدك اذا قل لك الامنيوم تجي جدول الامنيوم اللي هو هذا الاي ثلاثة. هذا الجدول يخص من يخص الامنيوم. طبعا يطيك الاسم مادة ورقم لازم معين. فانت تستخرج تنسال يلد والاوتيميت يلد. اذا اطلنا الكاست كوبر اذا اطلنا الكوبر ايضا يطيك افد رقم معين. بالاضافة الى الخاصية او الاسم مادة تجد استخرج تنسال يلد والاوتيميت يلد. بعد شنو عدك? عدك التيتانيوم ايضا اسم ورقم بالاضافة تنسال يلد. حسب اللي انت تحتاجه بالسؤال. عدك بعد اه الماغنيسيوم ايضا اسم ورقم فتستخرج تنسال والاوتيميت. اه عدك الايرون اللي هو الكاست ايرون ايضا يطيك انواع انواع من عدها يطيك فد اسم معين. انت تستخرج يعني ما تنسال مثلا واحد ما بتنسال تنسال اه بالتطبيقات او تستخرج لالتوميت يلد. عندك الاستيل ايضا الاستيل بجدول هذا الجدول الاستيل ايضا تسمية ورقم. وهي تستخرج تنسال والاوتيميت. كذلك عدك الكاربون ايضا هذي التنسال والاديل. بالضافة بعد شو نعدك عندك التول استيل ادوات الحديدية. اه نفس الحالة هذا الجداول اه يعني جداول مهمة يعني تستخرج لها اه تنسال سترين او مثلا اه الالتوميت شنو اه سترين. هذي الجداول المهمة اللي تفيدنا. اه تقدر تشوف جدول اه طبعا اه البي تجد تشوف الجداول الخاصة بي ذات باعون الرسومات اللي موجودة. مثلا هذا عندك التثبيتات. اذا جدار. بها الطريقة. طبعا اغسم. وكذلك هذه العلاقات اللي تصير عندنا هذي ايضا يعني مراجعة لمادة شنوه. المقاومة. بالمرحلة الثانية. هذي هي ايضا احنا اللي اهمنا . يعني هذا الشكل اذا الشير مالته وهذا مالته مثلا هذا الشكل . ايضا عد كاشكال معينة اللي هي هذي جداول ما يبطيك هذا الشكل انت تجي تستخرج الكيتي والكي طبعا اه طبعا هسا هنجي اه ناخذها بالامثلة على المدموى ادوخكم بها خلي هذي هذي جدا ونخليها على امثلة تكون افضل الهنا حبايب في هذا الفيديو اه ان شاء الله يكون يعني اه فتشي جدا بسيط وسريع ان شاء الله يكون يفيدكم اه وراح انزل فيديو اه الثاني اه هو فقط لحل اه المسائل والتطبيقات المطلوبة بالكورس الاول او هذا الفصل اه اتمنى لكم الموفقية والنجاح